هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي كاوم أني أولى لهيد الكلمة مش لأنه ما بدي أعتذر بس لأنه كنت حس أنه أو أشعر كطفلة أنه الموضوع غير عادل خاصة إذا مش أنا اللي غلطاني أو مش أنا اللي عاملي شي بيتطلب أني كنت عم باعتذر وكنت بالآخر أولى تحت التهديد أنا ومش راضي ومأهورة وأشعر بعدين بنفور وبيغضب من أهلي وبيتوتر بالعلاقة بيني وبين أختي كبرت أنا عم بقول لنفسي أنه بس يصير عندي أطفال ولا مرة رحكون عم بجبرون يكونوا عم بيقولوا سوري أو باردون أو باعتذر بالقوة بيتعموا إيه بمجال علم الطاقة أنا عم بتعلم كتير قصص بعد سنين وبمجال المسامحة والمغفرة والاعتذار والمعتقادات اللي ممكن نحنا تكون عم تنبنى برأسنا حول موضوع الاعتذار وقت ما بتكون عم بتصير بالطريقة الصحيحة نابعة من قلبنا وعن أناعة ونية صافية مش بس للإرضاء أو لنيل الرضاء أو لخلق صورة حلوة أو تجميل صورتنا فعليا أو لأحساسنا الكتير قوي بالزنب طاقة الاعتذار فعليا ما بتكون عم بتمر ولا الطريقة بتكون سليمة خاصة بس نكون نحنا عم نجبر الطفل وخاصة بس تكون مكرونة بإحساس بالزنب والخوف أو قط في أهل بيقولوا لأطفالهم إنه رح بطل إحكي معاك أنت منك شاطر أو منك شاطرة أنت طفل شقي أنت غير جيد غير مهزب غير لطيف يعني إذا كان عامل شي أو متسبب بضرر عم بعيش أورادي زنب وفوق زنب عدم الاعتذار والشعور بأنه هو سيء أو هي سيئة أو غير مقبولين أو غير محبوبين وفي أطفال تحرم من الأكل من العشا من مشوار من اللعبة من عيد ميلادون من أي شي بيحبوه من صف موسيقى ما بعودوا يخلوهم يروحوا عليه أو أي شي هن كتير كتير بيحبوه أو معلقين فيه بس يكونوا عم بيعتذروا وهي ديناميكية كلها سوا للاعتذار بهي دي الطريقة خاطئة ومنها صحيحة بدنا نتذكر عطول كأهل ككبار محيطين بالأطفال إنه بس بدنا نعلمهم قيم وفضائل معينة ما لازم تكون بالتهديد ولا بالترهيب ولا بالعقاب ولا بالحرمان فهون هي فعليا بطلت فضائل لأنه نابع من مكان ما فيه قناعة وما فيه صدق وفقط للإرضاء وخاصة بس نصير نقللهم للأطفال الله رح يزعل منك الله رح يعاقبك الله رح يخنقك بالليل أنا زعلت منك منصير كمانا عم نزدلهم إحساس بالزنب فهن اللي يردونا بيصيروا إنه عم ياخدوا هالفضيلة الاعتذار ويعتذروا مننا أو من أي حدا نتسببوله بأي شي أو مشكل صار فعليا نحن ممكن عم نعلمهم فضائل منكون عم نعلمهم الكذب لأنه عم بيقولوا شي ما ننحاسين فيه منكون عم نقللهم يقولوا سوري أو يعتذروا منذ ما يكونوا هن فهموا شو اللي صار وين مسؤوليتون وين خطأون إذا كان صار خطأ على قد عمرون فهموا شو العبرة من اللي صار وليش هيدا الشي تسبب بأزية لغيرهم أو لأي شي تاني وعم بيحسوا بهيدا الشي مش مما كان زنب زنب المأز الزنب اللي أوقات فيكون هاك فيه شي بسيط منه بس ليكون عم يعطيهم عبرة مش هالزنب اللي بيتقل ولي بيخوف ولي ما فيه ضرورة لإله أبدا إذا بدكن هي أكتر بفضل سميها حسب المسؤولية من إنه سميها زنب أو يكونوا عم بيقولوا هالاعتذار نابع من قلبهم وهن جاهزين لإله وعم بيعنوا هن وعم بيقولوا كمان بس نحن نجبرهم نكون عم منبعادهم عن مشاعرهم يعني عم نقلهم يحطوا مشاعر تانية مختلفة عن شو هن حاسين لأنه منهم جاهزين يقولوا وهن بعد منهم حاسين إنه عملوا يمكن شي منهم مناسب ومنهم جيد ومنهم جاهزين يقولوا هيدا الاعتذار فنحن عم نسرق منهم المشاعر تابعولهم ونجبرهم بشي لأنه هاك نحن بدنا وهاك لازم وهاك بيتعلموا وهاك بيكونوا عم بيتربوا وبكونك أكيد عم نخلق لهم شعور بالعار بس نسير عم نقنبهم ونحسسهم بالزنب ونسمعهم كلمات مالنا حلوة منفكر إنه نحن عم نعلمهم ونربيهم هاك مو بقى بيعيدوا هيد الشغل اللي قلوها أو الكلمة اللي قلوها أو أي أشي تسببوا فيه لحالهم أو لغيرهم أو شو ما كان الموقف كل قيمة وكل فضيلة بدون يفهموا أهميتها على قد مستوى عمرهم ودماغهم بشكل لطيف معترك مساحة دايما لتعلم العبرة ونشيل من راسنا عيب وكرمال العالم من فترة ياسمينا رحت لأخذها من النشاطات الصباحية اللي بتروح عليها أول ما وصلت لأخذها دغري هيك حسيتها منها على بعضها وقالت لي إنه فيه رفيقة اليوم شبقه بشي على وجه واختلفوا على غرض كان بنيناتهم بالدنيا خلال وقت اللعب اللي هنه عم بيلعبوا الفري بلاي فحاولت إنه كناك عم بستفهم مننا اللي صار وقلت لي خلينا نحكي بالبيت على الأرواء لنفهم شو اللي صار ففعلياً كان عم بيلعب هو على اليوغا مات وطلبت منه هي إنه بس يخلص يعطيها إياها لأنه بدأت تعمل شي كمان هي بوستشر عليها وتفرجيها لرفيقتها فهو رفض هيدا الشي وقلت له هي إنه بس تخلص بقى هو رفض ما كان بديو يعطيها إياها ويبدو إنه كان نزعج مننا فصار عم بيشيل فيه هيكي لعبة بإيده وشبقه فيها على وجه فطلبت منه هي يوقف وعملت له بإيده متل ما نحنا معلمين أو عطي أي حداً بيتعرض له وتكون عم بتحب تحدوده وعم بترجع الشخص لورا كانت المسؤولة عن النشاط مرأة وشافت اللي صار فجربت هي إن تكون عم تحكي معه وعم بتفسر له بس هو كان يمكن كتير من الداخل ومزعوج فرجع كمان رمع شي علي وحاولت المعلمة تكون أو المسؤولة عن المكان والنشاط عم تحتوي الموضوع وتكون عم بتفسر لكل حداً خبرتني بالتفصيل اللي صار وقلت له أنا هلأ رح أحكي مع والدته لنفهم شو اللي كان عم بيصير كمان من ناحيته وليش صار هيكي ونحل الموضوع والدته للي صبه هو رفيق على ياسمينة والدته هي صديقتي واتنيناتنا وعيين واتنيناتنا بتربيتنا كتير يعني وكتير منحكي مع أطفالنا ومنهد المواقف بشكل كتير قدر الإمكان صحة أو منتعلم نحولها لشكل صحي فمن هالنحية أنا كنت يعني هيكي مني كتير عتلانة هام لأنه عارفة أنه بس نحكي أنا وياها رح نكون عم نحتوي الموضوع عم نلميلتين بشكل صحيح فلبينما كان بدي أنا أحكيها ولا خلصت نهاري كانت هي بعتت لي أنه إذا ياسمينة منيحة ومرتاحة لأنه صار أي شي لأنه سائبة المعلمة حكيت معها قبل ما تكون أنا وياها عم نحكي وقلت لي أنه فعليا صار واحد اثنين ثلاثة فوقتها هي سألته هو نكر أنه صار أي شي أول مرة أو تاني مرة وقالت له أنه المسؤولة عند المكان قالت لي فهو قال أنه ما صار شي أو يمكن برمى بطريقة مختلفة لأنه كان يبدو بعضه مزعوج يكون عم بيعبر عن اللي عمله فوقتها حكيت معي قلت لي أعطيه وقته لأنه عادة هو ما بيدروب وما بيشبو ما عنده هيدا الطريقة فيمكن كان كتير بحاجة يكون عم بيلعب هو على اليوغامات حاس حاله أنه استعجلته إن كان ياسمينة أو ما بده يتخلى عنه أو بده يضل عم بيلعب علي في شي زعجه كرد تفاعل عمل هيدا الطريقة بس هلأ هو مواخز حاله ما زعوج من حاله لأنه بالعادة ما بيتصرف هيك وهنا رفقة ونحن وياكن رفقة فيمكن في شي زعجه بالداخل ما بدي يقوله فما تضغطي وعطيه كل الوقت ليكون جاهز إنه يحكي وهيدا فعليا هي اللي كيت عم تعمله وعم بتقله إنه فينا نحكي بس أنت تكون جاهز وأنا كنت عم برجع اشرح للا ياسمين لأ كمان كنت عم بتأكد إنه هي تهارت كل المشاعر اللي حستها وكل القصة شاري بيفصر ليها على طريقتي بعد كم يوم يعني أنا والإم على طول عم نتواصل وعم نحكي كمان شافته هو عم بيلعب مع باي وقاله بمحل وقته قال له بايو ستوب هو ضل متابع عم بيعمل الشي اللي عم بيعمله فهون هي اتدخلت وقالت له إنه بدنا نحكي بالشي اللي صار بينك وبين ياسمين لأنه يمكن الموقف مشابه فكمان ما كان جاهز يحكي وقال له إنه رح نحكي تنينهار وحدد هو الوقت لأنه هو كمان كتير بيحب الأرقام والوقت والساعة فحدد هو الوقت ومشيت هي معه وحكيه تنينهار ورجع خبر على وقته وعلى راحته اللي صار واعترف بالقصة كيف صارت يعني مشيت معه الام بالتفصيل بناءا على أنا شو خبرتها والمعلمة شو خبرتها ورجع هو قال فعليا إنه هو رمى الغراض على وجه ليس مينو فعطته كل الاحتمالات وكل العبر من هيدا الموضوع وجرى بيتفهم إنه ليش هو قد تدايق لحس حاله إنه بدي يشبؤ لأنه عادة ما بيشبؤ يعني احتوت له كل مشاعر وعطته مساحة ليكون مرتاح وما جبرته على الاعتذار وقته كمان هي حكيتني وقالت لي إنه رجع حكي وقال اللي صار قالت لي ما رح أجبره للاعتذار خليكون هيدا الشي عم بيطلع منه على وقته على راحته ليكون فهم اللي صار ويكون عم بيتحمل مسؤولية وأنا وفقت على هيدا الشي وقلت له أكيد يعني شكرا إنك عم بتتابع بعدك معنا وأكيد خليه ياخد كل وقته وخليه يعرف إنه نحنا مجزع لانين منه مش شايفينه إنه هذا منه منيح أو بطلنا نحبه أو كل هوا التفاصيل الأكسيدنس أو الحوايث بتصير بين الولاد ونحنا شغلتنا نكون عم نواكبهم ونرشدهم ونجرب نفهم اللي صار ونكون عم نصحح بأقل ضرر ممكن فهيدا كمانا كان عم بيطمنوا لأنه هي أمه وبيه عم بيطمنوا إنه هن بعضهم بيحبوا صورته ما انتزعت عندهم وكل هوا التفاصيل لا يقدر هو يكون كمانا مرتاح مع مشاعره مع حاله ووقت حكيوا عن الاعتذار قالت له إذا أنت بتلاقي الطريقة كيف بتحب تعتذر بس ترجع تشوفها ثاني أسبوع على ياسمينة بتحب نفتح فيديو كول بتحب تبعط له voice أنت طريقتك على وقتك وعلى راحتك وبعد كم يوم بيصلي voice note هو مسجله حاب يكون عم بيعتذر بهيد الطريقة من ياسمينة وأنا رجعت سمعت على ياسمينة وخبرتها باللي صار وبهيد الطريقة كل حدا مننا كأهل احتوى اللي صار وفسر لابنه ولا بنته شو اللي خلى كل حدا يكون عم بيتصرف بهيد الطريقة وعطينا مساحة للاعتذار ما يكون لا بالإجبار ولا بالقوة ولا يكون هو عم بيحس بمشاعر منا حلوة عن حاله ومن ميلة بنتي كمانا تكون هي كمانا سمحت لحالة تحس بكل الإشياء اللي حستها مش كون عم أنا هيك غطي لها بس لأنه نحن أصحاب ولا ومعامل هيك وكذبها هي شو شعاريت كل حدا مننا كان عم بيعطي مساحة ووقت للاعتذار وهي قبلته للاعتذار بشكل كتير لطيف وحلو وهو طلع منه بشكل كتير عافوي وبريء على عمره وعلى قد وعيه ومن بعد رجعنا حكينا أنا والأم يعني صديقتي واتفقنا فعليا يعني قدي مراعاة الطفل وإعطاءه مساحة ووقت لمشاعره ولا أي شي عمله ممكن يكون عم بيساعده وعم بيحفظه يتعلم من اللي صار يحس أنه أنا عندي مساحة لمشاعره يحس أنه أنا يمكن غضبت بلحظة وعملت هيدا الشي فغضبي كمان بقدر كون عم بيحتويه شوي شوي وإحكي عنه ولاي حسات بهيدا الدافع أنه بدي أتصرف بهيدا الطريقة يفهم العبرة ويرجع ياخد الاعتذار على وقته وعلى وطيرته الخاصة من دون ما نحسس ولا بالزنب ولا بالعار ولا نهدد أو نحنا بطلنا نحبك أو أنت ولد مش منيح أو ليش هيك عملت كل الملامي اللي بتصير للأطفال وهيدا الطريقة هي فعليا بتعلم الولد فضيلة الاعتذار من مكان صحي ومن مكان آمن ومن مكان دقيق ومن مكان سوي أكتر بيتعلم ويكونوا عم بيعتذروا بطريقة حقيقية مع وعي ومع أدراك ومع شو العبرة الإيجابية اللي نحنا تعلمناها من اللي صار فنحنا بهيدا الطريقة ما نجي ولا مرة نجبروا الولد على الاعتذار من بعد ما نكون سمعنا للطرفين فهمنا القصة كيف صارت الاثنين شو حسوا عطيناهم مساحة وتركناهم هن يكونوا عم بياخدوا وقتون ليكون الاعتذار عن جد نابع من قلبهم هيك بيكونوا هن عم ينموا هيدا الفضيلة وكمان بس يشوفونا نحنا ككبار عم نعتزل من بعض إذا شافوا الأم والبي زعجوا بعضهم كيف البي اعتذر من الأم كيف الام اعتذرت من البي كيف كمان أخدوا وقتون هيدا الشي كمان بيكون عم بيكون هو المثال الصح مش انه بس لازم تكون عم تعتذر لأنه عاب وكرمال الله بيزعل منك وكرمال الآخرين بيشوفونا نحنا ككبار عم نعتذر بطريقة صح حتى إذا كنا بمكان عام تفركشنا بحدا وقعنا شي كمان بيكون طريقة اعتذارنا مش بإحساس بزنبي محل تحمل من مكان تحمل مسئولية لأنه أوقات مثلا ياسمينة إذا أنا ماشي بسرعة وطرقت فيها بيقول لأ أنا بعتذر منها دغرة بتقول لي روحتي لي بإيدي بيقول لأ أنا مش عن قصد عملت هيدا الشي أو بتكون بمكان بتقول لي حدا فات فيه بيقول لأ أوقات مش عن قصد بنكون نحنا ماشيين مستعجدين إذا رجعوا تأخذوا وقتهم واعتذروا مننا هيدا الشي بيكون إجابة فكل هيدا التفاصيل كتير مهمة قبل ما نكون نحنا بس عم نهيك نسقط قيم وفضائل على أطفالنا نكون عم نحكي فيها بالتفاصيل والاعتذار حتى نحنا وقتا نغلط بحقهم نعتذر منهم وبشكل صادق وحقيقي ومن دون إحساس بالزنب كمان لما يكون هن عم بيستعملوا هيدا الشي بعدنا كنوع من أو التلاعب كمان بيعلمهم هيدا القيمة بشكل أو هالفضيلة بشكل صحي والاعتذار مثل الشكر تنيناتهم وقتا ما نجبر للولد قول شكرا أو قول ميرسي أو قول تانكيو بالقوة وبعده هو منه حاسس أنه بده يشكر أو منه حاسس بده يعتذر عم نعلموا أنه يكون عم بيكذب على حاله فهن بيستاهلوا مننا اعتذار بيستاهلوا يشوفونا نحنا ككبار بعلمنا بمجتمعاتنا عم نعامل بعضنا بمكان صادق وعم نتحمل مسؤولية أعمالنا شو من كانت هيدا فعليا اللي بيكون عم بيعلم الولاد الفضائل اللي نحنا بدنا إياهون أنه عن جد يكونوا عم بيكبروا عليها وعم بعيشوها بشكل حقيقي بشكل صحي بشكل صادق بكل حب دعيكم تفكروا بهيدا القصة والعبرة مننا ولأنه الحب بيشفينا وبيقدم الأمان لأطفالنا لقون الأسبوع القادم بحلقة جديدة رح تزيد وعي وحب أكبر على حياتكن وحياة أطفالكن